السلام عليكم المتتبعي قناة الفجر سبور مرحبا بكم في هذا اللقاء جمعنا بطاقم تحكيم منظرات أمناء العرائش المنظم من طرف أمناء العرائش بالمهجر وذلك بشراكة مع لارش سيتي معنا الإخوان كريم محسين وسعيد وسيشام ومعنا الزميل نيزار طبعا نتمنى في هذا اللقاء هذا نوضحه بعض الأمور ونسمعوا الجنة التحكيم لما تعطيتها الفرصة لأنهم نعرفوا الآراء ديالهم نعرفوا الصعوبات اللي كانوا يواجهوها نعرفوا جميع الأمور اللي كتخص تقم تحكيم ديالهم مرحبا بكم مرة أخرى أترحب مجددا بالإخوان سي كريم الحردا سي محسين سي سعيد وسي شام الواطحي وتنشكر ومنع العليتي بالمجدر على هذا الدوري هذا المنطم بشكل احتلافي بشاركة مع لارش سيتي بالنسبة للتحكيم عندي واحد سؤال بالنسبة للسيد الحكام ديال المون دياليتو كيفاش جالت حق ديالكم بالمون دياليتو سيشا السلام عليكم شكرا لأخ نيزار شكرا لأخ محمد شكرا لفاجر سبور على هذا التفات بالنسبة لنا نحن نحن ناجد حكام هاوي نحن ناشقل التحكيم فقط ما عمر نقرأ نفس مدراسة ولا تكوننا ولا عدنا جمعية ولا شي حاجة الجمعية عادي الله تكلمنا علي هذه اليومين باش نقسوها من يجات هد الفرصة من المون دياليتو قلنا لما لن نقسو هذه الجمعية أعلائيين اللي استدعانا هو الأخ اسامة الغرناطي المدير دي المون دياليتو ونجد الفكرة أن يجيب حكام وولاد المدينة ويكون واحد الناشاط حاول ما أمكن أن يتصل بعض الأخوان بحل مصطفى الشوكي ورشيد العسري هذون الأخوان اللي سبق لهم خدموا في عصبة الشامل حكام في عصبة الشامل عندهم جربة نجابهم دارهم تقنيين وكلفهم بيننا يعني هذك الناس هذو كثيرون نفاع في الموندياليتو وتعطينا الفرصة وكنا جزء من هذا الموندياليتو شكرا سي هشام بنسبة لسي كريم شنو الصعوبات اللي قي تشوف هذا الموندياليتو كحكام سلام عليكم بدا شكرا لأخ نزار شكرا لأخ محمد لالتفات هذه وشكرا لقناة الفجر لنصدفة دينا اليوم بالنسبة للصعوبات ما كان ضننا نمواجهتنا تشي صعوبة من غير من غير الأطار اللي القيناة معهم مشاكل أنا قلت هو كان عودة حيثش الأطار يعني كانوا هم المنافس الأول اللي نفي العودة اللي يكونوا هم في الدهار دينا ويعاونونا مع هاد الدراري يعني اللي اللي مشكورين زعموا الناس الموندياليتو داروا لهم هاد سعضاء هورف العرايش وبغاوي هزو الكورة بالمدينة يعني ما كانوش معانا بتاتا كانوا بالعسيك يطيحوه بحال اللي قالوا الإخوان واحد من بار قلق هشافوا المليون جاءوا قلق قلق قصومي شي كل واحد هزفر قاوجي يقصوه صراحة ما وجدنا تشي صعوبة من غير أنا قلت هي الأطار تشي اللي نقدر نزيد وشكرا أخي نزار شكرا الأخ نزار الأخ محمد وشكرا للقناة الفجر في الحقيقة أخي نزار بالنسبة لي أنا سعي جدا متواجد ديالي مع الإخوان أني مارس معهم هاد البطولة وقدنا بطولة رائعة أنا بالنسبة لي أنا كنت كنت فرحة بزاف وكنت عاودها مرارا ومتكرارا بالنسبة للصعوبات الأخذ يلي سعيد رأى أكد الأمر الأطار لقنا معهم مشكل كبير الأطار فهو ممن يتحملوا المسؤولية لذلك الأطفال اللي يجابوهم بشي لعب الكورة أنا بالنسبة لي يعني هذا أمر ماشي نسبة أنا ما كان قلش هذا بالنسبة لي ولكن راكم بالنسبة للجامع نحن را حكم كمين عنينا من هذا الجانب هذا يعني فلعود لي يكون يواعي ذلك المجموعة اللي يمقادوها وكذا يمعيهم بالأمر اللي كيقوده الحاكم داخل الملعب وكيفاش كي يعني كيفاش يكون الدور دياله هو كلاعب داخل الملعب اللي هو ما يشحنوهم بطاقة سلبية خارج المباراة فأناك ما كنقول شي داخل المباراة أنا كنقول خارج المباراة حيث هم يداخل المباراة كيبانو لأنه مركي قودوا يعني ذلك شيء مزيان يعني يوك يقدموا الأمر على الوجه الرائع كما نقول هل تشعر المشكلة مع الأوطار كامل ولا نسبة قليلة ولا نسبة كبيرة واذا نسبة زعمل لك أن تخلق المشكلة واذا نسبة كبيرة للأوطار ولا نسبة قليلة التي تخلص هذه المشكلة في حقيقة الأمر الأغلبية الأغلبية للأوطار وكالقنا معهم هذه المشكلة حتى وصل الأمر أنك تبغي تلقي كلمة تجري عنده من وسط الملعبون تشيط عنده بس تقوله كلمة يصدق بواحد الفعل لا تستطيع أن تشهر لهم بطاقة لا حقا هذا فعل لا هذا فعل يجب أن تشهر لهم بطاقة ويجب أن يكون متواجد داخل أرض هذه الملعب يجب أن ترى مؤثر يجب أن تكون هناك مواصفة لأن يكون لعبين صغار هذا كل شيء في الملاحظة خلال مقابلة الذي قادره سي هشامل وطحي فالتي تابعته لاحظت أن إذا كانت هناك الإمارات التي تظهر لهم والذي كبير لا يكتونه على سابق لأن يتجلوا الهدف فقدانت توازد لا أصبحت أن يكونوا أيضا لأنهم كبير ويقف كبير كما يلعب كما تكون أماماً أقوى العربية وكما تأتي لخلطت ممتازة وقمت بمقابلة كبيرة في هذه المقابلة وكما تتمنى أن الأمر يكون لعب كرة أو أمر الأربية فعلاً يقوم بكرة لعبة سيد وقف و تهدر مع الأرض إذا كنت تكون لعب بها الطريقة في أدل فيتين يتكون بها الطريقة لأننا نسمحوا لي هدر مع الحكام ونادي لا تكون مستوى دياله في الكورة لا تكون مزيان حتى إذا كان الإحتراف وفرق كبير لا يمكن أن تقصره بواحد وماذا تهدر مع الحكام أعتقد أنه يتسجل عليك بجموعة أهداف حتى وقفت الكورة وبدأت تفكيري في الأربع ترغم أن الحكام لا تقصره بمقابلة كبيرة وكبيرة كما تلاحظون في كأس العلام كأس أوروبا أخطأ بلفار و بسد الحكام وحكام بلفار و أخطأ كبيرة وكبيرة فما بلوك أنتم كحكام مبتدئين قمت بمبارايات هذه فيما لعب بدون آمن بدون مجموعة الأمر وما يمكن أن تكون لعبوا مقابلات ونعرفوا مقابلات الأحياء التي كانت تكونوا في رمضان ونعرفوا الصعوبات كيف تقود مقابلات الأحياء في الدورية في رمضان فصعبة وصعبة بكثير لا يمكن أنتم لعبين وخايفين حيث لا يوجد الأمر في رمضان وإن أخذوا مقابلات الأحياء بالنسبة للسؤال للأخ نيزار سوف نتكلم لأخ محسين هنا يرجع للشحن واللعب من دارهم يجب الحكام وإنما أنه يدخل لعب وانه يدخل والبيت يضعون وقال بالشحن نقوم بالشحن وقال باللعب من المباراة يجب ان يخرج من المرش هذه المشاكل ما هي المؤطرة والسبب الكبير ومع أنهم يأخذهم حكام يقوم كان لديهم الفارق لاراسيتي في الفينال فيما تكون لعبة لاراسيتي يبقى حاضي الحكام يجب أن يذهبون معهم وعن أهلهم في الفينال وهي لا يوجد فارق لاراسيتي تقصف ربع فهو يخلّون ل Κالبيت الحكام وكوفر الحكام وخسرون الحكام لماذا؟ لأنه مضعافة والأسباب التي لم تريدها الحكام هل المؤثرين عن حيث سيئوين المؤثرين 90% المؤثرة لم يكن مؤثرة لم يكن لديك تجربة لقد أخذت تجربة مؤثرة في 2014-2013 لقد أخذت تجربة لقد أخذت تجربة أحد عامين لقد أشعر أن أقف مرتاح ومكان ركلا ميش لأول مرة يقود فرقة الغارب في الأمر لقد أخذت تجربة ضعيفة لقد أخذت تجربة المؤثرة لإنكال أخرج على السيطرة وكأنه لديك فرقة جيدة لقد أخذت تجربة وستمتع وبالطفل لقد أخذت تجربة لقد أخذت تجربة وإنهم يؤمنون بأن المهم و المشاركة قد أتمنى بحاجة إلى المدينة العرائس ولم ينطورون الأمور ثم اعتقدون ذلك وبعد الأختار لنا خلال وحكومون في اليوم هذا ما أريد أن تخدم تلك المشاركة ولقفوه في ملعب من الجزيم في مسانتة بربرة ويشاهدون أن يتم إدارة نجوم للمدينة العرائش هذا هو المهم أن تتمثل لأجمهور ونجمهور والجناتقنية وعليش يشعر للمشاركة يجب أن نحاول على قائب ولذلك ونصاب شعال الشعاث من المشاركة في حول عام وفيها والقام ونساعدوا أن نحاول على ماهن هذه هي الفكرة التي أريد أن أصل إلى هذا الرجل. لأنه على المساعدة في أول وقت يشارك في مجال يشارك في مجال زوجه في مجال وضعه مجالاً للقاضي و يجب أن أسمعه في مؤثر مبانا بأنه يحاول وفصل ملعب. يمكن أن يرده على المؤثر كما تسمعه. و قرأت أن تسمعه جداً لأنه سأخرج كل شيء بلحمر. كان من قبل أن يمتلك المستقبل لكي يتنعب كنت تريد للعب و إعادة و أعطاء حتى يجبون مستقبل و إحقاً يكملوا من أمور الموديليته و أكثر و يتم تقلوا لكي يتعبوا و يملك و لا يستطيعون أن يجبوا لعبوا و يجبوا و إربحوا و يجبوا و يجبوا و يخسروا و يجبوا حكاماً و يتعبوا حكاماً و نحن هذا هو الغذر الخاوية و الكريتيك و أكثر من البعض الناس يضربوا تمارا ويسهروا ويخدموا بليلو نار وحد أخر يجي يهدر جوج كلمات مع شي صاحب ولا شي حاجة يهرز ذاك المون دياليته كأنه ما كانش وبالنسبة لإخوان الحكام أنا ماشي ضد الحكام ديالعصبة ولا شي حاجة هذه الكلمة غادي نحيدة على رقبتي والله العادي مليما كينا حكام ديالعصبة والمساوى ديالهم ما يقناش حكام ديالقسم الأول ومساوى ديالهم ما يقناش عشنا معاهم علاش أنا كندير مدرب من الفين وخمستاش السنيور عشنا معاهم كنشوفوا شي اخطاء فاتحة علاش لأن هذا الحكام اللي قاري التحكيم ما لاعبش كورا كيفاش غايدير اللعاب ما يكذبش عليا فوصل الملعب أنا لعاب ما يكذبش عليا أنا ما يوهم ما هو هنيش اللعاب ولا يطح في البينالتي ويعطيه كوف بينالتي ولا نطيه كوفرا فابور ما يضوخنيش حيث 25 سنة ديال الكورا ما تمشي ليش هباء المنتور حاكم اللي كيكون غير قاري التحكيم معاهم اللعاب الكورا هذا يجيبو يتهز عليه الرئيس بنسبة لنا بنسبة لأخوة الحكام ردروا واحد من جهود كبير والحمد لله ما قصينا شي واحد بالسفارة الناس كاملة تقصص بالكورا هذا هو الربح يعني ما جاشي شي اقصى عليه دنا كان مشي للطار كان نعسو هاني الحمد لله ما قصينا شي واحد اللي بقا يدعينا الله اللي تعدين عليه قصى وراسهم بيدهم قصىهم المساوى ديالهم والدليل هو أن الفارق اللي بقا في نصف النهاية فارق كاملة تستحق وطلعت عن جدار والسحاق قصى ومساوى مزيد والفارق اللي تقصوا أنا شخصيا كنت 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 أتذر أنهم هم هاين يتقصوا الفارق الواحد اللي كنت 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 تتقصى هو لا رسيتي ليس؟ لأن لا رسيتي عنده فارق منظم يدريره مزيانين يوقفون يلعبون بتاكتيك عندهم سيستيم يلعبون مزيان إذا Lee Hrubhog مدرس إلعاب السلام غريسي في فصل أكاديمي وفصل أكاديمي Chippo وفصل أكاديمي Gharis وفصل أكاديمي Gharisog سامت تقدم هذه العرسية الإعيارة للمدينة العرائش نحن بتقصيرهم لأنه إمن الباركي حيث أمر فريق الربح هو فرقها يعني الفينال تلعبش هاله الفينال تلعب في الربع سالة المونديالي بالنسبة لي انا هذا هو الفينال هذا هو الحد اللي مكانش عند لاراستيس لو كما استضمتش مع امان الباركي لاراستيس وصال الفينال اما بالنسبة للفارق الاخرى كاملا تقصت عادي انها تقصت لان هذا الشيء اللي وصله له رفقه فهي واحد نقطة خاين نظر على الكلام اللي اضافه زنامي الهشام بالنسبة للأوطار لكي لا يوجد حاقة لنا ونحن نجبدو الأوطار نحن نرى ماشي ضد كوم انتم بالعكس انا لحسب ما كنت نشوف كنت رأى عندكم شواهد وعندكم بزاف ديال الحواجة لما شفتنا بعين ما دينا نحن نتشي حاجة تقولون اننا مثلا ركاد مقابل ايه في الاول حنا سمعنا كنت نجدو احد مقابل مادي لرئيز المونديالي كنت نجدو صار هف يعني يكمل بلوعد ديالو فهي كتوصل الساعة كي تطينا للسيحقاقات ديالن انا معاكم فضل قادية تجاوبوني او تقولون انتم ماركدو احد مقابل ولكن ميطلع نشفنا العرس الكوراوي الرياضي اللي العريش كامل كسدار عليه والله العظيم لما نسينا ذيك الموقاب المادي ونسينا كل شي نبقينا معاهم في ذيك الاجواء وذيك يعني في واحد العرس الرياضي كخصو ينجح Åh بالعاكس يتعونووا معهم في أي حاجة ويوقفوا معهم كما هديلницы هglich coj كان حي interests ونقدم لهم الشكر على هذه التفاة التي يدرون من مدينة العرائش لأن هذه المدينة رغادة في واحد الهاوية كبيرة مقابلة الميناء مع أصدقاء الحيات فمقابلة ذات فروح ريادي كبيرة وكبيرة بزاف وما كانش للجميل في المقابلة أن تشي كم ملاحظة الأخ محمد لي كانت يعلق على المقابلة ما كانت شي واحد مهضر مع الحاكم ما كانت أولا كان المدريبا تعمل كما نقول واحد الانحتيارة في الميدان وعندما كان سيبسلسة واحد الانحتيارة كبيرة داخل المقابلة وعندما كانت أحسن المقابلة تفروح رياديها كان الذين عبد الرحمن العمارتي و الأخ الأخر العربية تبارك الله عليهم زعماء هؤلاء الناس الذين يعطون احسيرهم من رأسهم ويجعلهم احسيرهم كبير في الفرقة ويجعلهم للجمهور واللجنب المنطيمة والحكام كلهم يحترمهم لذلك نتمنى يستفيدوا هذا الأطور وهذا العابة ليس لأطورة هؤلاء اللاعبين هؤلاء اللاعبين هؤلاء قدمهم طريق طويلة نتمنى يستفيدوا من هؤلاء الناس وان شاء الله المنزل القادم في النسخة الثانية لا تكون هذه المشاكل ونكونوا في المستور كبير تفضل سوف نجاوبك على هذا المارش لأصدقاء الحياة والجمعيات الميناء لماذا كان فيها رياضية كثيرا هنا السؤال المطرح العربي العراقي هذا الشخص يدوي الحتياجات الخاصة ولكن عقله كبير وقديم في هذا الميدان هذا الشخص أنا شخصيا لعبت معه فئة البراحيم هو كمدريب لي كمدريب لي هذا الشخص قديم في الميدان يعني لا يوجد مشكلة الميناء لديهم السير عمارتي هذا لعب الكورة مثل السعمار مع الفرقات العريش معه مصطافة الزيتوني غاني عن تعريف لعب الفرقات العريش لعب الفرقات العريش لا يمكن لا يمكن شكرا لعب لجنة المنظمة وعلى رأسهم رئيس الموندياليط هذا الشخص لا يمكن أن يصفه لا يمكن وصف قليلا من القيمة فهنا نكون ضيعته من الأحسن يعني يعني الأشياء المعاملة التي يتعامل معنا بها لا يمكن وصف كيف غريب هذا الشخص والله العظيم العجب كيف يساندك في أبسط الأشياء أو كيف يقدم لك يقدمنا الكثير هذا الشخص والله العظيم قدمنا الكثير وأنا نحفعلها بالله لجنة المنظمة دارت الخطوة رائعة ما هي؟ دارت دارت واحد تعقم مختص أنه يختار أفضل اللاعبين أفضل اللاعبين ماشي أفضل اللاعب من من ناحية الأخلاق من ناحية الأخلاق وتتمنى اللاعب وتتمنى ويختاروا أفضل مدرب يعني هذا الخطوة ماذا ماذا من فرقة شركة؟ ماذا ماذا من المؤطرين؟ ولا شخص واحد انتباه له أنا كنت في ذلك الموضيع على الأقل بعدها نكون مخلق وكما نكون أهل أنني نكون واحد كنقود مجموعة رائعة وعندي فريق رائع على الأقل نكون مخلق هذي أفضل يعني حتيلا كنت سمحي قطعتك حتيلا كنت احتجاجات تكون احتجاجات في إطار الموع طبعا فهذه كرة القدم طبعا في أخير المضاف كتبق هذه كرة القدم فيها أخذ عطاء فيها نستطيع نحتاج إلى أشياء ولكن تبقى في نطاق كرة القدم لا نوجه الحكم السب ونوجه له كذا ونشتمه لماذا نحتاج مطيش وانت أسوأ حكم شفته في حياتي وانت هذه هنا حياة عندك صديقي وانت عدت بديتي الكرة وانت تقول الطفل يقول أنت أكفس حكم شفته في حياتي كيفاش وانت عدت بديتي الكرة البارح وانت عدت بديك وانت عدت بديك وانت عدت بديك قلت لك هذه النقطة لم تتبه لا شيء واحد يعني ما هي الخطوة التي دارت لجنة المنظمة لكي تختار أفضل لعبين وهذا لم يدل لأنك تكون الفرقاءات تقصت من دور المنظمة هذا لم يعني أن هذا الشاب الذي كان مخلق في المباراة تقول أنه لا يفوز بذلك الجائزة أو المدرب يعني فأنت تستحق هذا أي تظاهرة وأي أي حاجة تضمع المدينة دائما تكون عداء الناجحة عداء الناجحة حول ما أمكن ما تنجحش هذا من سؤال حد أن هذه المسألة تضيح بالمدينة لا تجعل المدينة تزيد وتنتج وتعطي منتوج له وكي نتبارك الله وليدات ما شاء الله في قاع الفرق الذي يشفت وليدات عندهم مستقبل كبير ويأخذ دائما وهذا أعداء الناجحة يجبون أن يهرس بالمدينة 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 أخي محمد ومعنا 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 عشرين في المدينة ومعنا لم يكن هذه الفرصة لم تتعاون مع هذه المسألة لم تتعاون مع السياسة ومعنا لم تتعاون محاولة المدينة من المدينة من المدينة دعوهم المشاكل المالي دعوه الإثار وكما سمعت بان الناس لديهم للشخص لا يهمون وما لديهم بأن لديهم لديهم وعنا لديهم ويأخذ هذا الأمر الذي سوف يتعطونهم لا يجب أن يحفلونهم أبطر دعوكم من ذلك الشيء والشيء الفني والشيء التقني شوفوا أن المدينة ستتطور إذا خرجنا أي لعب من المنطقة يتطور أحد لقيتها في سيفي أو في فريال الماضي هذا أول فملينا ونجح لنا كامل نجح لنا كامل نجح لنا كامل نجح لنا كامل ونجح لنا كامل نجح لنا كامل فرق كبار لذلك لا يوجد أعداء النجاح لذلك لماذا لا يوجد دروس المدينة أنا أرى أنا أرى أن أرى أن تحففتتاح في المقابلة الأولى هذا الدوري منطم بشكل احترافي أنا عشت في جمعات المدينة في المغرب بحقيقة لا يشتد في حالة الدوري بهذه الطريقة منطم بدل أحياء بطن دائما بدل سوف يتحزبون مع الشركة نكمل هذه النقطة لأن المسائل المادية يطيحون من هذه التظاهر يجب أن يسألون نفسه نحن كحكام نحن كحكام يأخذنا الأمور المادية على أكمل وجه وذلك نتفق معنا الرئيس وعندنا الساعة لدينا بالعكس بل أكثر من هذا أنه أعطانا شي حويج كثير من الوقت قبل أن نصفره يعني كان معنا في واحد كنا أعداء النجح لأخوص المسائل لأنه يخوصوا في المسائل لكي يدوزوا لاراسيتين لنهاية المقاربة لاراسيتين بحكمها في الأدوار لأنه يتدخل جميعا أم تتدرى بأن تعتاجكم الماز ومع الاستخدام لأخوص المسائل ويقوموا بإعادة أجل ويقوموا بإمكانك الهاتف ويجب أن يتدخل جميعا في الموز الساوى كما يتدخل هذا الناس وكذلك لأخوص المسائل لأخوص المسائل أخرى أن نظر لأمن كل الأمن يتحرك معنا ويقولون ما بأن أمن دائماً لا من نسبة الصحة لا من نسبة يحضر معنا كل مريض يحضر معنا بالنسبة الأمن يعني أي خالة جيدة يأتي في البلاثة الأمن يعني بلا ما يحتاجوا مثلاً يطيحوا من هذا أنا بالعربية أنا جيك صراحة هذا الإنسان هذا سيأسا ما بغي أن يطيحوه هذا ما يخصوه شيء يرده كرائس وسمعت هذا الهضرة بزاف والناس الأمناء يجب أن يطيحوا هذا الإنسان الذي يضحب صحة وضحب الزفد وقصوه مع أولاده وأنا كنت أرى بعيني أقسم بالله العلي العظيم لا أدفعوا لي كلمة حق أخي نظر عندما يضحب الزفد يأتي والناس يجب أن يطيحوا مرة من هذا العلاج ونحن نجح ونجحوا أن أتدفعوا ونجحوا أن أخي نجحوا أخي نجحوا على رأسهم ونجحوا أخي نجحوا أخي نظر فيما يخص أخي نظر أخي نظر أخي نظر أخي نظر وشخص في حياته إنسان آنق ونجحوا 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 أخي نظر أخي نظر أخي نظر ونجحوا 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 أخي نظر أي شخص تشارع لا تتزاوغ من ما تحدث. يتزاوغ من في السبب. يتزاوغ مننا الجهاز. يتزاوغ مننا. يتزاوغ مننا وذهب. يكون لدينا القبيح. يتزاوغ مننا جميعاً. يتزاوغ من الإنسان. يتزاوغ مننا مجرام. هناك حشناك. يتزاوغ من أجله الآن فيه me. ويوجد عارقل ويوجد عارقل ويوجد عادية ويوجد أخرى يوجد أيضاً من المكتبات وعندما يوجد أيضاً من المكتبات ويوجد عيش ويوجد أن تتساعد على التعامل عندما ترى الناس يهجمونك وانتصرت بطل وانت شخص مهم في المدينة وشخصك أسامة الغرناطي لم يكن مدحو له شيء وهو صديق إبن المدينة تلاقينا الكوراة وشيء وشخص كان احترمه لأنه لا نرى منه العيب وذلك لا نعوده إنسان آنق في الحياة لا يتسرع يحترم الناس ويحس بك لا يحاولون أن يخسرك ويجعلون أن يهديك الله هذا إنسان إجابي ويجب أن يتعرضون لحوم لأنه لا تسيد ويجعلون أن يتكلف أماناة ليست نفسك ومفكورات والأماناة والذين يشاركون في هذه الدورة والذين يعيشون في هذه الدورة كاملين بهم لعبوا كوراة في العريش ومكانت الكوراة في المغرب لعبوا في السبعينات والثمانينات وكان واحد النبو عالي في هذه المدينة وعرفوا ورقد الأحياء ويجعلون أن يكون لطفين منهم هم الذين يعيشون على بره يعني ناس لاعبين بالكوراة وكيف يفهمون رمجة وماذا هو نادي تلارستيتي أنا كنت أمتع في المدينة فهو نادي احترافي نادي في الخدمة التي تعملها أنا أعطيت الموديل المونديريتو أسامان غرناطي لا يبدو أن المونديريتو سيكون ناجحة لماذا؟ لأنه يكون النادي وما هو كديرا من النادي من النادي من النادي وما هو أنا أعطيت القناة لأنه يبدو أن النادي بحقاة أكيد مقاومات النادي الناجحة لأنه سيكون موديلتو ناجحة موديلتو الخلاصة بالنسبة للنادي فهذا يبدو أن الفارقية سيتم من خطة تساعدة يدفع الميلة للعصبة وكانت تستطيع العمل وكانت تتفكر وكانت ترسل وكانت نتعدي وكانت تقوم بالموديل يعني الناس نجحين دعوهم خارطين دعوهم لبسة ديالوم وكشيف وعين في واحد ضرب واجيج دعوهم كثيرا وكنا ناس كيساندوهم في المستوى تهما لعبوا الكورة يعني الحاجة الوحيدة اللي عجباني أنا في العرش هم الناس اللي مشوا على برا هذه عشرين عام خمسة وعشرين عام اللور جاتوا من الغير على المدينة وكنضنوا الأمل الوحيد اللي يبقى في المدينة هم هذك الناس العرشيين اللي يعيشوا في بلاد المهجر أمل الواحيد إذا أردوا العرش تزيد القدام هم هذك الناس اللي يعيشوا على برا إذا اخطأونا هذو راهدوا ندينا مكينوال وتعدوا زيام هوات عيجي واحد الوقت من خشت سماعها لأن كورة القادم في مدينة العرش انضطرت ودخلوا لشي ناس دون المستوى حبطوها تحامو عليها كي يجيوا للفرقة كي يأكلوها ماكلوا مايش شغلوا مايش شغلوا مايش شغلوا مايش عامل اللي كنتدار القجاع لكسيلو كانت عدنا فرصة باش نتكلاساو سبعة اللوالة باش نطلعوا لكسيلو ديركتي حرموا الفرقة بقنا في برومير هوات العامل اللي موراه تحنى لدوزيام هوات ما تجيكش الغيري على مدينة من 1936 و هيكتلعب كورة تال عرش لعبت في برومير سيري لعبت في 1959 تهي لعبت في الكوب بادر رايد اسبانيا تقصات في الربوع تهي لعبت في الدوزيام سيري ديل اسبانيا كنت تغير في الديني لماذا نرسي بشكل كامل بشكل الانانيات والغنان و الغريب في الأمر هو تقصات في الكرة القدم مدينة العرش أغلب الناس الذين يدخلون في الكرة لا علاقة لهم لا علاقة لهم الكرة ثم سأتسمع الكرة فيها الفلوص اتضغط روينا المشاكين لا يستطيع شيئا سماح لي خرجنا على الموضوع لماذا أذهب للشباب الهرائش؟ لأن هذا الطرف من عائلتنا وعبنا فيها لعبنا في جامع الفئة لأننا كان لبسوا القميز لكننا كان فرحوه وكان فرحوه محمسين وكان فرحوه محمسين ومشجعين لأننا كان لعبوه في المدينة وكان باستخدام البحث كما كان لبسوا القميز وكانت فرحوه وعندما كنت قمت بأخبار عنها فرقه وكانت من المنبر من المهجر وأن يقومون بالدارجة بشاهدة الفارق الأول لأننا بإمكاننا مدينة عائلت تهيئة أجواء في المدينة وعندما يدخل السعر ومن المدينة الويدات وندخل الرجا و البفار، وندخل الفراق كبار, ونعيشون كس العرش، ونعيشون كس العجواء ويمكنانا نجمهور والترا وليس مرخين نحن تم الكثير من دلرنا ونخرج من ديارنا ونذهب ونقلسون في ملعب ووليداتنا برمير سيري فرقنا، ارى الودات ارى الرجاة فرقن ونحن فرحانين انا حار منا من هذا الشيء حار منا بزاف الناس من المحرومين وهو جمهور العرائيشي يسحق شيء أكثر من هذا الشيء وهي واحد الكلمة الأخرى عن قولها لأنه بالإضافة لسي أسامة التضحيات التي قدمت غير واحد الإنسان لا يريد أن ينساه هو محمد عدته كان يستر معنا الأمور وكان يوقف معنا كراجلين يعني أنا الكلمة الحقيقة تتقال وتحيالها كبيرة والسلام نحن لم نقصد لجنة المنظمة فنحن نذهب إلى الجامع يعني هذه القائمة مفومة ومعروفة تضحيات هشام بقالي تضحيات التي قاموا بها؟ بالضبط بالضبط يعني هذه كنف الصورة يعني التضحيات التي قاموا بها لا تقدر بثامن وبالنسبة للموضوع كان شوية رائج في الأواني الأخير على أساس أن رئيس المندياليتو أدى فلوس ما فلوس أنا كنظر باللي وقعت شي مغالطة فكان مؤخرا صديق لأن تحكيم دلب واحد صراحة قال لأنها 36 مبارض ونحن نأخذها 50 درهم فربما يكون خطأ ربما يكون زلت لسان لا تتذكر شيء ولكن راهية كانت 24 مقابلة ب 50 درهم و12 مقابلة أخذنا فيها 35 درهم وما تبقى أخذنا فيها 100 درهم وربما هذا بالنسبة لي هذا توضيح يعني ما شي كنقول أنه يعني ما قال عن قصد ربما كانت المزروب وقال هذا هذا رعادي شكرا جزيلا أنا أشكر اللجنة المنظمة حيث هم عاشوا معنا تضحيات شكرا جزيلا للجنة المنظمة والأصديقاء اللي قدنا من بعضيتنا هات المباريات شكرا جزيلا للجامع يعني لا الناس اللي سندونا من بره ولا الناس اللي سندونا من الداخل كانوا السند لنا يعني كانوا كي ضحيوا لا بالوقت ديالهم ولا بكثير من الأشياء شكرا جزيلا وشكرا للك خي نيزار على الوقت ديالك لانتو والأخ محمد شكرا بالزاف للقناة فشر بالنسبة كما قالوا الإخوان أنا غادي نسكي الكلام ديالهم كنشكر جزيلا الشكر الأخ أسامة الغرناطي والأخ محمد عدتو وهيشام البقالي وما ننسوش وحد الشخص هو العمراني اللي كيكون في الملعب ديالهم يعني العمراني اللي كيصب الحويجات ديال الحكام كل نهار يعني فيما كان جيو للقاعة ديال الحكام كالقاوه واجد كيتسنون الكساوي كيتسنون الكواري يعني ديما واجد كيتعلق البالون يمشي موراه مهم كيتحمل المعاناة ديال المباراة كنظر وقال هذا هو الشخص اللي كيتكرفص بزاف ومن هذا المنظر كنبغين نقول الناس اللي على برا لأسرة المونديال انهم يحرموش ذلك الوليدات لا يديروش على عامين من الأحسن يديروها لعب لان هذا العام هذا درتوه 2004-2005 العام الجاي خصنا نشوفه ذاك اللي يشارك مول 2005 ويشارك مع مول 2006 على الاقل باش ذاك الدرع يكون اخذات جريبة وغاد يتعاون الدراري اللي عاد جوجدات ممكن نشوفه في اكاملة جديدة نشوفه ملاعب ونصفه في نفس الفيلم من الأحسن نشوفه ذاك مول 2005 كي عاون مول 2007 كذلك العام اللي موراه مول 2009 كي عاون مول 2007 هو غادا نشكره نشكره أي واحد كانت عنده نية حسنة باش الموندياليوتو ينجح لا من الصحافة لا من اخوان نيزار ومحمد نزل قناة الفجر السبور لانه مدام كي يجي عندك صحافي تلملعب الداليل على انها تسيد هذا تهو جزء من هاد الموندياليوتو لانه تهو باغي النجح إلا كان ما باغيش النجح ما يجيش عندك لا لا هو ولا الاخر لا تشي واحد بغض النظر على هذا اللي يجي باش يهرسك هذا يبقى كلا ماخر إلا كان كيدر شي حاجة واضحة كل شي كيف هامها وشكرا جزيلا وشكرا لأي واحد لأي شخص لا صغير ولا كبير ولا اي واحد ساهم في هذا النجح وكلمة آخرة لا تنسوش الأخ عبد الرحمن العمارتي باش تجزيوه بأحسن مدرب وأحسن مؤثر في الدورة وشكرا أه متابعي قناة الفجر سبور شكرا على انتباهكم هذه كانت كل لقاء مع الإخوان ديال الحكم ديال المون دياليتو المون ضمن طرف أمان العرائش بشاركة مع لارا سيتي وفي اللقاء قادم إن شاء الله تعالى شكرا جزينا للجميع شكرا جزينا للجميع ترجمة نانسي قنقر